ترجمة نانسي قنقر عبر وضع الخطط لتوفير اللقاح الآمن والمعتمد بكل يسر وسهولة للمواطنين والمقيمين كافة كيف يمكن أن تتشكل الرغبة عند الإنسان وتتولد ثقة لديه بضرورة أخذه للقاح وما هي الدوافع التي تقف وراء قبوله وقناعته التامة بجدواه الصحية سؤال استطاع أن يجيب عليه محمود مخلص عمليا دون أن يفصح فمن باب مسؤوليته اتجاه مجتمعه قدم إلى مركز حمد كانو الصحي متوجها نحو تلقي الجرعة الثانية من اللقاح بعدما أتم الجرعة الأولى منه الدكتورة هند السندي وهي استشارية طب العائلة في ذات المركز أكدت أن محمود هو واحد من بين آلاف المواطنين والمقيمين ممن أبدوا التزامهم العميق لإنجاح الحملة الوطنية للتطعيم مردفة بقولها ضروري جدا في هالفترة الإقبال على التطعيم وحتى عقب ما ناخذ التطعيم ما نستهين أو نتهاون في أخذ الإجراءات الاحترازية وللدكتورة فاطمة حبيل رأي مشابه ومكمل لما سبق ذكره طبعا اللقاحات تعمل على تحفيز الجهاز المناعي في الجسم لتكوين أجسام مضادة هذه الأجسام المضادة تساعد الجسم على التصدي للمرض والتصدي للعدوى ومقاومته وبذلك نحمي الشخص نحمي أفراد عائلته ونحمي المجتمع ونوصل لما يسمى بالمناعة المجتمعية وبذلك نحمي جميع أفراد المجتمع وقبل أن يتم إدخال اللقاحات إلى المملكة واعتمادها طبيا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كانت الدراسات والتجارب السريرية كفيلة بالتأكيد على مأمونية التطعيمات وفاعليتها بنسبة مئوية عالية وبمعدل وقاية مرتفع بالنسبة للحالات المتوسطة أو الشديدة تم ترخيص عدة لقاحات في الترخيص الطارق فمملكة البحرين سعت جاهدة لتصريح هذه اللقاحات لقاح من شركة ساينوفارم وهو اللقاح الذي يعتمد على الطريقة التقليدية لتصنيع اللقاح أما اللقاح الثاني وكانت مملكة البحرين الدولة الثانية لتصريح هذا اللقاح وهو اللقاح من شركة فايزر بايونتك واللقاح الثالث هو اللقاح من شركة أكسفورد وهذا اللقاح طبعا صنع في شركة سيرم انستيتيوت أوف انديا والآن طبعا قريبا سنبدأ اللقاح الرابع وهو اللقاح المصنع من شركة سبوتنك جاملايا جميع هذه اللقاحات لقاحات فعالة مستويات الفاعلية تتفاوت بين لقاح وآخر ولكن كلها فعالة بنسبة ممكن أن تحمي الجميع من الإصابة الخطيرة والشديدة من فيروس كوفيد-19 وأيضا هي لقاحات مأمونة البحرين وضمن طبيعة تعاملها مع جائحة كورونا ما زالت تتوجه نحو تكثيف الجهود البلقائية تعزيزا للأمن الصحي في المجتمع عبر وضع الخطط لتوفير اللقاح الآمن والمعتمد بكل يسر وسهولة للمواطنين والمقيمين كافة فور قدومك واتخاذ القرار المطلق بأهمية أخذ اللقاح يجب أن تصبح على علم بأنك قد ساهمت في أن تكون جزءا من منظومة الدفاع الصحية التي استعان بها محيطك للتصدي لغزو فيروسي أغار عليه بدون مقدمات مستهدفا سلامة بنيانه وصحة من يساهمون في تنميته لتلفزيون البحرين محمد الشيدات